السلام عليكم ورحمة الله الجديد مفرح بخصوص قضية المغربي إبراهيم سعدون ولمن يهم والأمر يبقى معي إلى نهاية الفيديو المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراسل روسيا لإنقاذ المغربي إبراهيم سعدون أعلنت أمين أبو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الخطوات التي تقوم بها المؤسسة الحقوقية من أجل إنقاذ الطالب المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام لدني محكمة موالية لروسيا في أوكرانيا إلى جانب بريطانيين اثنين وأكدت بو عياش في افتتاح الضورة الثامنة لجمعية المجلس العامة منعقدة بالرباط أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعزز مساعيه لحماية حق المواطن المغربي إبراهيم سعدون في الحياة تواصل المجلس مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بروسيا من أجل تدخل قدر المستطاع لحماية حق المواطن المغربي وأضافت الحقوقية ذاتها أن المجلس التمث من المؤسسة الروسية بدل كل مساعي من أجل استفادة إبراهيم سعدون من محاكمة عادلة خلال الاستئناف والتواصل مع الأطراف المعنية من أجل الاطلاع على ظروف اعتقاله واحترام المعايير الدولية وخلال كلمتها أعادت أمين أبو عياش التأكيد على انشغال المجلس بهذه القضية وعلى مواصلته تتبع الحتيت لها وبدل كل مساعي الممكنة من موقعه من أجل حماية مواطن المغربي من خطر عقوبة الإعدام وشددت على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يواصل مساعيه الدولية من أجل حماية حق المواطن المغربي إبراهيم سعدون في الحياة تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بادرنا إلى بدل المساعي الدولية والتواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية إبراهيم سعدون من خطر عقوبة الإعدام التي نترافع من أجل إلغائها من كل التشريعات الوطنية والدولية ترجمة نانسي قنقر